بسأل الله إليكم صاحب الفضيلة يقول ما حكم التأمين نعم يقول ما حكم التأمين 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 نعم التأمين حرام بجميع أنواعي تأمين التجاري حرام بجميع أنواعي لأنه أكل لأموال الناس بالباطن وفيه قمار وفيه مراهنات وفيه مخاطرات وفيه جهالات فلا يجوز هذا العمل هذا حرام وقد صدرت فيه القرارات وهي تكبر علماء وصدرت فيه القرارات من المجامع الفقهية تحريمه لأنه أكل لأموال الناس بالباطل وتجتمع فيه كل أنواع المحرمات من الربا وميسر وجهالة وغرر مخاطرة نعم سواء كان تأمينا على الصحة أو تأمينا على السيارة أو تأمينا على البضايع أو غير ذلك لا يجوز هذا وإن كان نظام الكفرة يمشي على هذا ومن قلدهم من المسلمين فهذا ليس بحجه ليس بحجه ما دام أنه يخالف الكتاب والسنة ولو عليه جميع الناس جميع العالم فهو ليس بحجه ولا يجوز للمسلم أنه يعمل لا ترجمة نانسي قنقر